لكل زملات البيع ولكل ما التحق بنا في المشاهدة في القناة الوطنية الثانية الهام كما اذكرنا ضيوفنا معنا ويعطيهم الصحة ونشكرهم شكر خاص لتحولوا وتنقلوا من جزيرة جربة وهنا إلى محطة الإرسال لدعو تلفزي بمدينة جرجيس وفتباة الحال هذا مهم بالنسبة لنا برشا حتى تكون كل تدخلاتنا على المستوى الجهة وتشمل كل المرات ما نطورش برشا باش ننمر بمؤشرة إلى ضيفنا وكما اذكرت السيدة لازهر بن يخلف كاتب عام جمعية ناسيم الأخضر بجزيرة جربة أحدى الجمعيات التي تم تأسيسها بعد الثورة التونسية ولكن تقوم بمجهود كبير في هذه الجزيرة سي لازهر مرحبا بيك وفيك هاشك مرحبا شكرا لك على قبول دعوة واجب سي لازهر تم اذكرت جمعية ناسيم الأخضر من بين الجمعيات التي تم أحداثها بعد الثورة التونسية شو أخر تدخلات كم نعرف عنكم برشا تدخلات ولكن الحديث هذه الأيام الفاردة كانت على حملة النظافة وشاركتوا بتعاون عديد الجمعيات الأخرى في حملة النظافة حتى تكون جزيرة جربة جميلة ويستطاب فيها العيش ويكون دي مناسينها عليل وحلو كما قلت سي خميس تدخلات الجمعية ناسيم الأخضر كانت عديدة ومتواثرة على انتداد السنة الفاردة وبداية السنة هذه نداء اللي أشمل جميع جمعيات لتنظيم الحملة النظافة في المرحلة هذه اللي اتفاقن فيها آفة تراكمة الفضلات في داخل المدن جزيرة جربة بطبحها البيئي بصيغتها الجمالية بموسم سياحي تطلب الناس الكل أنها تتوفر للجهود وأنه يتم عملية التدخل السريع لانقاذ ما يمكن ينقاذه في انتظار أن الأمور تتحيكل أكثر من هكذا وتولي الناس المسؤولة على المنظومة كاملة تحطي الإثار اللي يزم باش نطلب النتيجة لنصبه لها الكل انتلقت لحملات النظافة جمعية الناس المال الأخضر كانت من الجمعيات السباقة اللي بتبعاتنا كما العادة وهذا دوجهنا وهذا من ضمن أهدافنا أنه نسعى في الجانب التنظيف والنظافة والجمالية كنا حاضرين مع الجمعيات وستهمنا في الحملة هذه إن شاء الله ولو أنها متحلش الإشكال بصيفة نهائية أنها تتفهم في تخفيض الآفة والظهرة لمقلقة الجمعية لا أخصى أنه جزيرة جربة في مخصصية كبيرة بصراحة سي لزهر قدروا مش معقول أنها تكون جزيرة جربة مش نضيفهاك ولا؟ لا تقبلش جزيرة الأحلام دي جا إذا نعود ونرجعه للتسميع لتسميع ماذا مش نخسروها في الوقت ومع أن الاستقبال سنة الموسم الحمد لله كان موسم ناجح وتوافد كان ملحوظ ماش من المعقول أنه نكون في سنة أولى من سنة نعطيه سنة أولى من بعد الثورة نعطيه صورة غير جميلة للجزيرة وضعت إلى زريعتكم الساحة بالنسبة للتدخل خاص بالنظافة والعناية بالبيئة وتفعلكم كما ذكرت مع كل الأطراف المعنية في الجزيرة بالنسبة للجمعية هي أحدثة بعد الثورة ولكن لديكم تدخلات أخرى تدخلت فيها هنأخذوا فكرة عني شنون التدخلات من الأداف الجمعية هي النظافة والبعد الجمالي والبعد التحسيسي وكل ما يخص حماية المحيط والمحيط البيئي الأنشطة التي بدنا فيها الحكم أن الوضع كان يستوجب مننا التدخل السريع كان التركيز أكثر منه على الجانب النظافة لكن في نفس الوقت بقينا بالتنصيق مع بعض الجماعيات الأخرى اللي نذكر منها جماعية سيانة الجزيرة اللي نشكرها خاطر كانت من أكثر الجماعيات اللي نسقنا معها ولي كانت احتضنتنا في الانتلاقات في السمحة الجمعية القديمة نسقنا مع بعضنا لكي نحضروا مشاريع متع بيئية في التخدم على العمق ما بين المشاريع اللي ان شاء الله لكي نبرمجولها عنها حماية وتهيئة وتنظيف شاطئ الساحلي في منطقة تاجي ماجيم جرباء هذي من المشاريع اللي ان شاء الله هنتلقو فيها قائعا قريبا ان شاء الله والشريط هذي لمنسي بصراحة شوي بمنسي ببرشا وهو البوابة الأولى للبوابة الأولى للجزيرة احنا بجزيرة عنا البطاحات وعنا المنطقة القذرة اكيد جدا لنزم المنطقة هذي تكون كالبوابة يجب ما تكون منطقة محمية بالإضافة لذي مسألة أخرى استغلت عليها عديدة جمعيات صراحة في جزيرة جرباء في الأسابيع الماضية وفي الأشهر الماضية على مستوى الخرام البيئي خاصة على مستوى المقاطع الرمال وغيرها اللي تهدد بصراحة بالثروة البيئية الموجودة في جزيرة جرباء وكانت نداءات استغاثة وصيحات استغاثة لحماية جزيرة جرباء ومكوناتها البيئية خاصة كانت من الحمد لله ان كانت النتيجة الحملة اللي قمنا بيها بالتنصيح كما نرجع مع بعض جمعيات وخصوصا جمعيات سنة الجزيرة واحنا جمعيات الناسين الأخضر قمنا بحملة كبيرة على النخرى الماتذية وعلى الانتهاكات اللي كانت بصفة بصفة جزيرة من منظومة بيئية كانت انتهاكات تبثل اختار كبيرة على التربة وعلى الاستقرار التوازن البيئي التدخل كان محترم ومعتبر والحمد لله النتائج كانت طيبة وان شاء الله ما نشبش نوقع عن عدد هذا الحد لان الظهرة كانت نترجع في أي وقت الحمد لله التدخلات هذه بدأت تنقص وتتتقل لكن ما زالت موجودة يلزمنا نواصل العمل المتاعنا واحنا مصرين ان نبش نواصل العمل ويلزمنا اكثر تنصيق ونطب بمسلطة انها تكون متفاعلة معنا اكثر خطر بالاكيد جدا انه الجزيرة يلزمها تدخل خاص خطر في انتهاكات من هذا النوع للمستقبل الاشياء القادمة يولي مهدد احنا اذا ما نتحملوش مسؤوليتنا من اليوم ما نزماش نبكي ومنغوض بك اليوم يحب هذا انه نسعه اليوم بش اجيانا تلقى مستقبلها في جزيرة كما جزيرة تجربة اتباعه وحق الاجيال القادمة تتمتها في خيرات بلادنا وخاصة في جزيرة تجربة من الحقوق الاساسية سؤال اخير ما عاشتنا اشنو هتحب تقول عن مستوى العمل الجمعيتي برشا من انستضيفهم حكيوا على التنسيق بين الجمعيتي حكيوا على الدعم حكيوا على المساعدة في فترة فترة كأن الدولة تراخات عن المساعدة وتقديل الدعم للعمل الجمعيتي انا ندائي للجمعيات ما تقلقوش شدوا صحيح وواصلوا الانتلاطة صعيبة ما زلنا اتبارك الله بعد الثورة الجمعيات كلها ظهرت بمعناها عدد كبير جدا وناس تحمسة وكنا متحمسين لعمل الجمعيات ومتأكد من اكيد جدا انه دور جمعيات دور هام جدا نقص الامكانيات وصعوبة العمل وعدم التنصيف هذا يظهر كمولود جديد قاعدين ونصبروا ونثابروا ونشدوا الصحيح بشي سير فما شوية شوية تراجع لكن شدوا صحيح ان شاء الله فما عمل فما ناس تعمل تنصيق ان شاء الله انو ياتي يوكلوا طلب انا نرجع لنا نطلب توامر سلوتات انها تعمل تنظيم تنظيم في عمق بالعمق نبعدوا على الارتجال والتسرع خاترتوا كما للظاهرة على النظافة وتلوث راهوا منظومة كبيرة اشكال هيكل هي اكتر منه اشكال متاع هذه الحملات راهوا محملات الا باش نمنعوا بيها من نجم ونمنعوا بيه لكن الهيكل يزموا يتبناء مليوم نطلبوا من السلوتات انها تعمل برمجة بتريث وصفة جدرية معناه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة